الحمد لله أنا لسه واصل على الإمارات علشان أدعم زملائي واصحابي وتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في البطولة دي وأولاً عاوز أبارك الحبيبي وأخويا إسلام الشاطر على البرنامج الجديد بتاعه الآلي في المنديال وتمنى إن شاء الله أننا نكون عند حسن ضنهم إن شاء الله في البطولة دي شفنا الترحب الشديد اللي استقبله يعني اللعبة النادي الأهلي البدر بنون وجهاز الفني والإداري بكل تأكيد كابتن ساد عبد الحفيز وحديث مطول معاه العلاقة دايماً ما بينك وبين زميلك كويسة وأكبر دليل على كده أن أنت كنت حابب أو أن أنت تكون موجود رغم أنك مش هتشارك في بطولة مهمة زي دي وأنا عارف إن دي حاجة صعبة لأي لعيب لكن عايز أتكلم في الجزئية دي تحديداً العلاقة ما بينك وبين اللعبين وبينك وبين الجمهور اللي كان الآن عليك جداً وبعت لك رسال كتير جداً عشان يتمنع بصوا الله الحمد لله من أول ما نزل الخبر كده تلاقيش كل اللعبة وكل الناس يشغال في النادي هنا لمسؤولين لإداريين لناس من جمهور النادي الآلي برضو لمن اللعبة كل يوم كانوا بيبعتوا لرسال وبخصوص يبقى رسال تحفيزيها علشان ما زالش ولا حاجة بس الحمد لله أنا من أول يوم ما سمعت الخبر والله والاتحاقة بتعطي ربنا قدر من ربنا الحمد لله على كل حاجة والحمد لله العلاقة بين كل اللعبة هنا في النادي الآلي هي علاقة إخوة قبل كل حاجة وأود أشكرهم على قناة الآلي وأود أشكر كل اللعبة على دعمهم وأتمنى لهم زي ما قلت لك أنهم يضعروا بوز مسرف النادي الآلي وكل الجماعير النادي الآلي يا حبيبي أخيراً بقى هتكلم معك عن البطولة نفسها بطولة صعبة الأهل بيواجه ظروف صعبة شوية بخصوص إصابات كتير غيابات مع منتخب مصر في كاس المؤمن الأفريقية من اللعيبة الدوليين إذا بتشوف مشاركة الأهل في البطولة دي ورسالك للعيبة زميلك قبل انطلاق أول مباراة بإذن الله بص أنا أقول لك على حاجة وهي حقيقة أنا أول ما نزلت على النادي الآلي هنا سمعت ما قوله بشؤول الآلي بمن حضر الحمد لله الآلي بيتوفر على لعيب كويسين نحن ما عندناش لعب أساسي ولا لعب احتياطي الحمد لله في تركيبة بشرية كبيرة ممكن أي حد ينزل الملعب بموت نفسه علشان خاطر نادي الآلي وجمور نادي الآلي زي ما قلت لك بتمنى لكل لعب يكون موجود في اليوم ده أنه يكون كويس وموفق من ربنا لأننا كلنا بندفع على حاجة وعلى السعار لوراء جمهور كبير قوي قوي بتمنى تعفيق لكل اللاعب اللي رح يكونوا موجودين في الملعب وإن شاء الله أنا عندي أحساس إن شاء الله أننا سنعمل بطولة كبيرة إن شاء الله أخيرا بقى عشانا ناقف الملعب في النادي الآلي وتترك معك سريعا لمنتخب مصر الموجهة اللي كانت مع منتخب المغربي الشقيق وإزاي تباعة المباراة دي أنت كنت ضمن بعثة منتخب المغرب لكن الإصابة عطلتك عن البطولة تباعة المواجهة إزاي والحماس الشديد اللي كان موجود في الملعب اللي كان عكس طبعا العلاقة الممتازة جدا وشوفنا لقاءات كوبة بلعبة منتخب مصر والسوار المتسكريع مع صلاح يعني علاقة كانت ممتازة جدا طبيعي الملعب بيبقى ضغوط وبيبقى شدة وكل واحد يدفع على منتخب بلد دورك عايز أكد من خلالك على العلاقة الكويسة ما بين لعبي منتخب مصر واللعبي منتخب المغرب وطبعا بداياتا إزاي تباعة اللقاءدة واس خلي بالك والله ما حصلش حاجة دي زي ما قولش انت مات في الملعب خلاص ممكن تتوقع أي حاجة بس برا الملعب كنا زي الإخوات كنا شفت لعيبة بتاع مصر بعد المباراة جاء وكانوا بيواجل لعيبة بتاع المغرب وإحنا كمان أنا قابلت لعيبة هناك الحمد لله الأمور كان طيبة من قبل الماتش الغايز ما بعد الماتش احنا كشعبين الحمد لله احنا بنحب بعض الشعب المغربي بيحب الشعب المصري والشعب المصري بيحب برضو الشعب المغربي وكلنا شفنا الصور والرسائل على مواقع تواصل الشماعي دي في الأول في الأخير بتبقى مباراة شكرة القدم ومبروك أنا أقولش مبروك المنتخب المصري وهارد لك المنتخبنا وإن شاء الله احنا أسفين لجمهورنا القماير المغربية أسفين على المكناش كنا عاوزين نوصل لأبعد نقطة في البطولة دي بس قابلنا منتخب كبير والكورة في الأول في الأخير بتبقى فوز وخسارة وتعادل الحمد لله كان يوم منتخب المصري بس إن شاء الله احنا نحاول نبسط الجمهور المغربي من خلال تقوى إن شاء الله لكسل على المقابلة الجاي أختم معاك برسالة الجمهوري النادي الأهلي بقى اللي اتطامن عليك من خلال اللقاء بصوا أنا الحمد لله والله بسحة جيدة والأمور كلها تمام هي بتبقى شوية فحوصات إن شاء الله وارجع لكم على السنة دافع على النادي وخليكم سنديننا في البطولة دي وسندوا كل اللاعب إن شاء الله على السنة نظهر بوز مشرف للنادي الكبير ده شكرا شكرا